نظمت قيادة الجيش الثاني الميداني مؤتمرا تنصيقيا مع محافظة الدقاهلية وجامعة المنصورة لبحث سبل التعاون المشترك في شتى المجالات تضمن المؤتمر عرضا تفصيليا لجهود الجيش الثاني الميداني في خدمة المجتمع المدني في كافة أرجاء المحافظة والمحافظات المصرية والتي تقع في نطاق المسئولية وألقى اللواء أركان حرب محمد عبد الرحمن ربيع قائد الجيش الثاني الميداني كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ومؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعميق أواصل التعاون والترابط مع كافة مؤسسات المجتمع المدني بما يعود بالنفع على أبناء الشعب المصري العظيم